لما تيجي ترسم التسليح هتطلب منك دايما ترسمه to scale عادة أشهر سكيلز بتطلب scale 1% أو 1% أو 1% أو 1% أو 1% أو 1% أو 1% يعني إيه scale 1% يعني 100% في الحقيقة هترسمه عندك 1% في اللوحة طب scale 1% الـ 50% في الحقيقة هترسمه 1% في اللوحة ده معناه إن scale 1-50 ده لما تيجي ترسمه في اللوحة يطلع الرسمة أبعدها ضعف الرسمة بتاع scale 1-100 وبالتالي scale 1-25 ده بقى أكبر وسكيل 1-10 ده بقى أكبر حاجة فكين قلنا قبل كده لما تيجي ترسم to scale في عندنا طريقة سهلة كده ما بتحتاجش تستخدم فيها calculator إن كل scale من دول بنحفظ له رقم قلنا قبل كده مثلا scale 1-100 الرقم بتاعه هقول 100 على 100 بواحدة بنحفظ له رقم 1 طب scale 1-50 100 على 50 بـ 2 يبقى ساعة هنحفظه رقم 2 لو scale 1-25 100 على 25 بـ 4 يبقى أحفظه رقم 4 لو scale 1-10 100 على 10 بـ 10 بقى أحفظه رقم 10 فاكرين قلنا قبل كده الأرقام ده بنعمل بها إيه عايزك تحفظ كده إن انت هتيجي الطول الحقيقي اللي عندك حوله بالمتر واضربه في رقم الأرقام ده ساعة هترسم بالسانتي في اللوحة يعني تعالي ناخد نسال تخيل مثلا لو أنا عندي الكاميرا الكاميرا دي في الحقيقة دبسها 600 ميلي وأنا مطلوب مني أرسمها بـ scale 1-25 في اللوحة فاكرين قلنا scale 1-25 ده الرقم بتاعه هنقول 100 على 25 هتطلع بـ 4 يبقى عندما ترسم الكاميرا دي في اللوحة هنرسم التخانة بتاعتها هنا كام سانتي قلنا ساعتها 600 ميلي اللي هو الطول الحقيقي ده هنحاوله بالمتر الأولي إنه يطلع 0.6 متر أضربه في 4 فهتطلع عندنا 2.4 سنتيميتر يبقى ده معناه إنه إنت بترسم في اللوحة المسافة بين الخط ده والخط ده هتطلع بالزبط 2.4 سنتيميتر ده الطول اللي إنت هتقيسه في اللوحة لكن بعد ما ترسم الكاميرا هتكتب على الطول ده كام أكيد طولها الحقيقي اللي هيتنفس اللي هو 600 ميلي مثال تاني في الكروس سكشن تخيل مثلا لو طلب مني أرسم كروس سكشن دبس 600 ميلي لكن عايزة أرسمه بسكيل 1 ل 10 فاكر 1 ل 10 ده يبقى الرقم بتاعنا بكام 100 على 10 هتطلع بعشرة يبقى مفروض ال600 ميلي دي حواله بالمتر أو تطلع 0.6 متر أضربها في 10 فهتطلع في الآخر 6 سنتيميتر ده معناه إنه إنت هتيجي في اللوحة المسافة من الخط لفوق للخط اللي تحت هتتأس كام 6 سنتيم لكن بعد ما ترسمها هتكتب على الطول ده كام هتكتب عليه الطول الحقي اللي هيتنفس لو 600 ميلي دي طريقة الرسم بسكيل على طول من غير ما نحتاج نشتغل بكالكوليتر